تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني بحضور جلالة الملك رانيا العبد الله جائزة مصباح السلام وذلك تقديرا لجهود جلالته وسعيه الدؤوب لتعزيز حقوق الإنسان والتآخي وحوار الأديان المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير منحت الرهبنة الفرنسيسكانية الكاثوليكية في كاتدرائية فرنسيس الأسيز الواقعة في مدينة أسيز الإيطالية جلالة الملك عبد الله الثاني جائزة مصباح السلام للعام الحالي تقديرا لدور جلالته في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وتوظيف حوار الأديان والوئام كأداة إيجابية في ساحة العمل الدولي والديبلوماسي وهذه الجائزة الثانية التي تسلمها جلالته خلال عام بعد جائزة تيمبلتون الدولية وألخ جلالة الملك كلمة خلال الحفل الذي حضرته جلالة الملكة رانيا العبد الله والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تسلمت جائزة مصباح السلام العام الماضي ورئيس الوزراء الإيطالي غوسبي كونتي وعدد من الشخصيات العالمية والقيادات السياسية والفكرية والدينية وقال فيها أتسلم هذه الجائزة بامتنان وتواضع باسم شعب الأردني مسلمين ومسيحيين وهم الذين يقدمون التضحيات كل يوم في سبيل مستقبل أفضل للجميع وأضاف جلالته أن مصباح القديس فرانسيس للسلام يرمز في نظري لنور السلام الذي يضيء طريقنا نحو مستقبل أفضل لجميع البشر من كل الأديان والبلدان والمجتمعات وهذا القديس الذي يرقد في هذه الكاتدرائية معروف في جميع أنحاء العالم بتعاطفه مع كل شخص وكائن حي وأكد جلالته في كلمته أن مبادئ العيش المشترك والوئام بين الأديان جزء أصيل من تراث الأردن الذي مثل عبر التاريخ وطنا راسخا للمجتمعات المسيحية يتعاون ويتشارك فيه مواطنوه في بناء أمة واحدة قوية وما زال المسيحيون منذ ألاف السنين جزءا لا يتجزأ من نسيج مجتمعات الشرق الأوسط ولهم دور محوري في مستقبل منطقتنا جزءا من جزءا من قلبي ايضا من المسيحات وانا ممتازة بالمسيحة في منطقة كانت معروفة في فيشياء الجزء وعندما يستطيع المقرب من التعاطف المسيحيين تحب أعطف المشروع للقنية في مؤمن المسيحين في دعوال المسيحة مصدرنا يمع المصدر مع ملف الصراحة ولكن من أول العالم ويوجد مصدرنا المصدر ويجب أن نكون مصدر من أحضر أن أحضر رأس التمتلك في حديث والممطقة الأجمعين بلأس كنسي سيثميني بلأس التمتلك لأجياد التمتلك لأجياد المصدر كل شعور وما يصدر iter foi weather and country and community but it is our task to provide the fuel for that light and what fuels global peace is mutual respect and understanding this is why it is so meaningful to me to be passed the lamp of peace by one who has done so much to advance understanding وبين جلالة الملك عبد الله الثاني أن دور الأردني في المجتمع الدولي يرتكز على التزامه الراسخ بالوئام والسلام وليس هناك ما هو أهم في يومنا هذا من العمل من أجل حماية القدس وكون جلالته صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها فقد أكد أنه ملتزم بواجبه تجاه أمن ومستقبل المدينة المقدسة التي يساهم الأردن بشكل فاعل في عمليات الترميم التاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها بما في ذلك كنيسة القيامة لتبقى هذه المدينة رمزاً للسلام الذي يجمعنا ويوحدنا وفي ختام الحفل سلم الأب موروغانبيتي حارس دير السيزي جلالة الملك الجائزة التي تمنح لشخصيات عالمية تقديراً لجهدهم في تعزيز السلام والعيش المشترك وبحسب القائمين عليها تمنح جائزة مصباح السلام التي تأسست عام 1981 ونالها العديد من القادة الدينيين والسياسيين لشخصيات عالمية تقديراً لجهودهم في تعزيز السلام والعيش المشترك نحن نحتاج جواباً لتعلم اشتركوا في القناة